اشتركوا في القناة المناطق الشمالية الشرقية والمناطق الغربية من المملكة بما فيها المدينة المنورة وشمال مكة المكرمة يستمر الهطول في هذه المناطق يوم الخميس ليلا وصباح يوم الجمعة لكن يوم الجمعة يخف هطول الأمطار في المناطق الغربية والوسطى وبعض المناطق الشرقية لكن يبقى بشكل أقل وأيضا هناك رياح نشطة في المناطق الشمالية أحوال جوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء باردة في معظم مناطق المملكة أجواء باردة في الرياض أيضا بالرياض غدا الأجواء معتدلة مع ظهور بعض السحب الحرارة معتدلة ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض 25 درجة مئوية بينما أثناء الليل أجواء غائمة جزئيا هناك احتمال لسقوط زخات متفرقة من المطر في الرياض والصغر المتوقعة 13 درجة مئوية أي أجواء باردة نسبيا ليلا يوم السبت أجواء لطيفة أثناء النهار مشمسة تظهر بعض السحب على ارتفاعات مختلفة العظمى المتوقعة 20 درجة مئوية بينما أثناء الليل أجواء باردة ودرجة الحرارة الصغرى في الرياض 9 درجات مئوية يوم الأحد أيضا أجواء لطيفة بالنهار غالبا مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب والحرارة العظمى المتوقعة في الرياض 21 درجة مئوية بينما أثناء الليل أجواء باردة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض 11 درجة مئوية ملخص الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة نتوقع أن تسقط أنطار في المناطق الوسطى والشرقية من المملكة وأيضا بعض المناطق الغربية خاصة المدينة المنورة ومكة المكرمة أيضا هناك رياح نشطة في المناطق الشمالية تسبب إثار الغبار والأتربة وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح أيضا هناك احتمال لسقوط بعض الأمطار المتفرقة على الرياض ليلة الجمعة أعزائي المشاهدين نتمنى الجميع السلامة ومنطقس العرب نحييكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة